وضعت المصلحة المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة هذا الأسبوع حدا لشبكة جرامية دولية تنشط في تهريب الأدوية والمستلزمات الصيدلانية ذات المنشأ الأجنبي العملية مكنت من توقيف شخصين وضبط أزيد من 22 ألف وحدة من الأدوية والعقاقين الطبية والمستلزمات الصيدلانية وقد تمت تحت إشراف نيابة أين جاءت أو أقول جاءت بناء على عمل استعلامات ميدان مكثف أسفرت عن المخطط الإجرامي لهذه الشبكة في كل من الجزائر العاصمة وعنابة والتي كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط السلامة والصحة فيما يتوجد ثلاث عناصر آخرين من ذات الشبكة خارج أرض الوطن هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء